هذه أبرز العناوين حكيمي يعود إلى باريسان جرمان ويلتقي بالزملائها عجل رونالدينيو يخرج بتصريح لا يصدق على المنتخب المغربي لن تتوقع ما قاله أمر رابط إلى الملك محمد السادس أثناء تقديمه له الوسامة الملكية والآن إلى التفاصيل ولكن من قبله باش تكون أول واحد كتتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس حكيمي يعود إلى باريسان جرمان ويلتقي بزملائها عاد النجم المغربي أشرف حكيمي إلى نادي باريسان جرمان الفرنسي اليوم الأربعاء بعد نهاية كأس العالم قطر 2022 وتواجده أمس تولتها في الاستقبال الشارع احتفاء بإنجاز المنتخب المغربية التاريخية وشارك باريسان جرمان صور وصول حكيمي لمقر النادي ولقائه بزملائه وخاصة صديقه المقرب كيليان مبابي وكان لقاء حكيمي ومبابي في نصف نهاية كأس العالم قد سلب اهتمام المتابعين بعد الود الكبير الذي أظهره لبعضهم البعض سواء قبل أو بعد المباراة التي خلصت بخسارة أسود الأطلس بهدفين دون رد يذكر أنه جرى استقبال المنتخب المغربي يوم أمس تولتها من قبل الشعب والملك محمد السادس في يوم تاريخي واستثنائي نظر الإنجاز المحقق في مونديال قطر 2022 عاجل رونالدينيو يخرج بتصريح لا يصدق على المنتخب المغربي أشهد السحر البرازيلي رونالدينيو نجم برشلون السابق بالإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب المغربي في مونديال قطر 2022 وقال رونالدينيو خلال حوار النشرة اليوم الأربعاء قنت بإنسبورت القطرية سعيد بالحديث عن المنتخب المغربي وبالإنجاز الذي حققه في كأس العالم وأضف لدي الكثير من الأصدقاء المغاربة خاصة في فرنسا سعيد جدا لهم وأمل في العودة إلى هناك بأقرب وقت التقص في المغرب أكثر من رائع لن تتوقع ما قاله أمرابط إلى الملك محمد السادس أثناء تقديمه له للوسام الملكي عبر الدولي المغربي سوفيان أمرابط نجم في رونتين الإيطالية عن سعادته الكبيرة بتوشيح ملكي من طرف صاحب الجلال الملك محمد السادس عقب الإنجاز التاريخي في المونديال القطرية ونشر سوفيان أمرابط تدوينة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماع انستغرام كتب فيها شرف أنني التقيتك وكان بغيك بزاف أختير والد راقراجي مدرب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم كأفضل مدرب في نهاية كأس العالم قطر 2022 التي نظمت في الفترة الممتدة ما بين العشرين من نومبر والثامن عشر من دجمبر وانتهت بتتوجه المنتخب الأرجنتيني بطلاً واحتل وليد راقراجي المركز الأول في تصويت أجرته قناة بإنسبورت حول أفضل مدرب في نهاية كأس العالم وحصل راقراجي على 80% من الأصوات متبوعاً في المركز الثاني بلويس كالوني مدرب المنتخب الأرجنتيني وازلات كودالتش مدرب المنتخب الكرواتي في المركز الثالث ثم ديديديشو مدرب المنتخب الفرنسي في المركز الرابع الياميق أي شخص يحلم بهذا الاستقبال الملكي وفخور جداً بما حققناه وهذه فقط البداية تحدث الدولي والمغربي جواد الياميق عن الاستقبال الذي حضيت به العناصر الوطنية عقب عودتها لأرض الوطن إطر الإنجاز التاريخي في مونديا القطر 2022 وقال الياميق في تصريحات إعلامية عن الاستقبال الملكي أي شخص يحلم أن يكون في هذا المكان وللشرف الحمد لله وتابع بهذه المناسبة نؤكد أننا لن نترك أي جهد ولن نستسلم وهذه هي كرة القدم كما يعرف الجميع واختتم الياميق أنا فخور جداً بما حققناه وهذه فقط البداية إن شاء الله هناك استحقاقات قادمة تستلزم من المزيد من العمل لإعطاء صورة جيدة لأفراقيا والمغرب خاصة حجي الجامعة اتخذت القرار الصحيح بإقالة خليل زيتش والتعاقد مع الرقراغي قال مصطفى حجي النجم السابق بصفوف المنتخب الوطني والمساعدة السابق للمدارب السابق وحيد خليل زيتش أن إقالة المدارب وحيد خليل زيتش وتعين النخب الوطني وليد رقراغي مكانها كان قراراً صحيحاً من طرف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم مشيراً إلى أنه لو لا هذا القرار ما كان المنتخب الوطني ليقطع هذا المسارى في المونديال وجاء كلام مصطفى حجي في تصريحاتها لمجلة جون أفريك الفرنسية ضمن ملف حول وليد رقراغي حيث أكد حجي أن هذا الأخير قام بعمل رائع مع فريقه الفني مضيفاً أنه بالمقارنة مع المدارب السابق فهو أكثر مرونة في علاقته مع اللاعبين وصدرت تصريحة مصطفى حجي قبيل القرار الذي اتخذت لجنة الاندباط داخل الكنفيدرالية الإفريقية لكرة القدم بإيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي متعلق بكرة القدم لمدة خمس سنوات والسبق لوحيد خليل زيتش أن كان على خلاف مع حجي حيث سبق له حينما كان على رأس الطاقم التقني أن عبر عن استيائها من تصريحات حجية التي انتقد فيها أسلوب قيادة المدارب البوسني لأصود الأطلس معتبراً قرار العمل إلى جانب خطأ شخصياً لم يكن يتوقعها وكان خليل زيتش على خلاف كبير مع مجموعة من اللاعبين المغربة ما جعلهم يغادرون المنتخب الوطني قبل أن يعيد ولد رقراج الانسجام مرة أخرى لمستودع أصود الأطلس وفي ندوة صحفية كان خليل زيتش صرح بأن قصة مصطفى حجي أحبطتها وأضاف وكنت أحميه دائماً مضيفاً جربت خلق أجواء حماسية للعمل والجدية وبشكل أكثر حرست على توفير أجواء عائلية داخل المنتخب الوطني وتابع صاحب تسع وست عاماً تعبيره عن صدمتها لما بدى من المدارب المساعد السابق للمنتخب الوطني قائلاً هذا السلوك الذي قام به حجي لم يرقني ولن أتحدث عنه كثيراً لأنه خطأي فأنا من اخترته ضمن فريقي ويعتبر حجي من أكثر الأطل الوطنية إطارة للجدل في الأوينة الأخيرة حيث أعلن الكافي يوم الاثنين عبر بلغ رسمية عن إيقاف حجي بعد تبويت تهمة تصوير رخصة التدريب تطبيق للمدى 135 من قانون الاندباط داخل الهيئة المسؤولة عن كرة القدم في القارة الصمراء البلاغ أفاد أنه يحق لمساعد مدارب المنتخب المغربي السابق أن يسأنف هذا القرار في مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ الإعلان عن الحكم مع التقدم بالدفاعات اللازمة للطعن وكانت رسالة الإقالة التي توصل بها مصطفى حجي من الجامعة والمؤرخة بالتاريخ التاسع والعشرين من يوليوز الماضي أبرزت أن سبب الفصل يعود لوقوع الدولية المغربية السابق في خطأ جسيمة بتغيبه عن مكان العمل بدون مبارر لمدة أربعة أيام ما يحرمه من أي تعود عن نهاية الخدمة وكذب مصطفى حجي في تصريحات سابقة أنه تقدم بشهادة طبية لا تقل عن ثلاث أسابيع لتبرر غيابه لأن وضعه الصحي لم يصعف للحضورة بسبب إجرائه عملية جراحية مشيرا إلى أنه رفض توقيع الاتفاق لأنه لا يحترم أبسط حقوقه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر